بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم دلوقتي عن تقيم منتج الامبا كوزا بلس تبع شركة زيتا فارما فكرة الامبا كوزا بلس حلوة اوي 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 بحيث مثلا انها بعدت كده عن منافسة الجانوميت والجالفازميت محطوش متفورمين لا يعني امبا جلايفولوزين مع عيلة جليبتن مع امبا جلايفولوزين فدي حاجة من الحاجات الهيلة جدا ومنتج واعد ونفس العيلة برضو على نفس المكياسة تكون حلوة اوي لو بصينا الاصل خالص شركة بورينجر انجلهايم عندها جليبتن تراجينتا مع الجارديانس عشرة وخمسة وعشرين يعني خد من ده خد من ده عشان يطلع الجلايزامبي اللي هو خمسة مع عشرة او خمسة مع خمسة وعشرين فنفس الفكرة فشركة زيتا فارما خدت الامبا كوزا عشرة وخمسة وعشرين وحطت معها خمسة ملي جرام لنا جليبتن عشان يدينا الامبا كوزا بلس فده لحد بينتج منتج او بيعمل مشروع مثلا لقدام فده من اختيار المنتج الحلو قوي على عكس مثلا شركة ايفا وشركة راميضا شركة ايفا خدت الفكرة بس حطتها مع عمد فورمين بريفا جليب عندها منتج اسمه بريفا جليب تبع ايفا فارما وشركة راميضا عندها حاجة اسمها جليبتالينا جليبتالينا برضو نفس الفكرة يعني اول حاجة قال له التركيز بقاش خمسة بقى اثنين ونصف ملي جرام مع عمد فورمين مثلا بتركيزاته خمسمية وثمية وخمسين وقالب فجليبتالينا وبريفا جليب يعني راميضا و ايفا كان نفسي يحطوها او يعملوها مثلا زي الامبا كوزا بلس فده نقطة ما كانتش الطف حاجة يعني انا حبيتها فالفكرة ازاي تختار منتج زي يبقى منتج واعد يعني وشوفنا السوق دلوقتي ما بقاش يعني يعني الموت فورمين مع جليبتن شوفنا الماركت ليدر عندنا الجالفازميت والجانوميت دول الرائدين الاتجاه دلوقتي مثلا زي الامبا جلايفلوزين مع جليبتن فنفس الفكرة الاختلاطات برضو يعني السوق دايما بتطور زي مثلا الامبا كوزا بلس وكل حاجة برضو حتى في الانسولين برضو منشوف مثلا في الوزميك بقى في التخسيس وكده وتطور قدوية السكر على مدار الوقت برضو والموت فورمين احنا قلنا الحصان الرابح بقى الجانوميت والجالفازميت بس في كده حصان في النص تاني ألا وهو الفورسيجة بتاع أسترازينيكا والجورديانز ما شوفنا هنا بتاع البورينجر فالمبا كوزا بلس من المنتجات الواعدة